موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ سنة الأولى باكالوريا سعيد مجددا بلقيكم فضل فيديو جديد اللي غنطرقوا فيه لواحد المسألة مهمة بزاف والتي سوف تفيدكم بزاف والتي سوف تنفعكم بزاف للمسألة ذي الفوكابولار الفوكابولار سيساعدك نهار الامتحال الجهوي باش انك تبخوض بواحد له تيكست بلا ما تلقى مشكل يعني ما تلقاش مشكل كبير في المصطلحات وفي التعبير على الرأي ديالك إلى آخره لك صراحة يعني باش من كدبش عليكم يعني الخدمة دي البروديكسون يخصت تكون يعني من البداية ديال السنة وانت كتتعلم تكتب وانت كتجمع مصطلحات وانت كتدير مجهودات وخدمتي مواضيع وقريتي علامة واضيع وطريتي مواضيع في التكست في القاسم وربما في الدعم التي كتدير الدعم في مدارس مدارس يعني واحد الخدمة اللي كتبغي تتراكم صفا ولكن رغم ذلك الناس لي الله عبدات غنحاول نساعدكم فضلا فيديو هذي وكنتمنى النصائح اللي نعطيكم تديروا بها نصائح مهمة بالساف واللي غادي تساعدكم وان شاء الله تقدروا مهم كمام يعني يعني عوض الإنسان يعطي ورقة خاوية غادي يعطي ورقة فيها بعض الأشياء ذوك منهجية ما غنهضرش عليها راه موجودة فلاشين غادير بلونسان بالطوب فرنسي لازي طاب ديال المنهجية راهون كينين فوالا ذوك هنا غادي نعطيكم كلكو كونسي باكالوريا أحطيت لكم واحد الموضوع أيضا مهم ذوك أنا ردرت لكم سلسلة كيفاش هتدخلوا لاشين بلايليس غتمشي لكيفاش هتلقى كيفاش يعني ده علاقة بالأسئلة كيفاش نتطرق التاكس كيفاش نتطرق المسألة ديالسوأل تسعود وعشرة الى آخره وفيهم كيفاش نحل الواحد الموضوع ديالإنشاء وكيفاش نتعامل مع الموضوع ديالإنشاء وكيفاش نختار البلون وهذا مسألة لي هي مهمة بزاف تلاميذ اللي عندها البلون ضعيف يعني عفوا اللي عنداني مستوى ضعيف شو في فرنسية ولا مويا يمشيوا مع البلون سامبل صفا وكهنا واحد الحاجة غن أعطيها لكم هي مجموعة هذه المصطلحات اللي لا يقف في أي موضوع تقريبا مصطلحات ما كنقولش أغيومون اللي موجودين لأن ذو كليز أغيومون اللي موجودين ما غديش حسبهم لك مصحح صحي صحح غدي حسبهم لك غالط بلا ما تعد براسك صفا غدي غي تعمر ورقه في الخرلانوت غتكون كاتاستروفي كتسيو غي سيختار صفا ضوكنا هذة المصطلحات هذي اللي غدي نعطيكم هو الحاجة غتتاخد ورقه وستيلو حاليا أنت كتسمعني خذ ورقه وستيلو وغتكتب هذة المصطلحات هذو وغتحاول يعني كيفاش ما ننساش كيف ما كتشوفوا في الوتي تخذي الله فيديو كيفاش ما ننساش هذة المصطلحات شنه هي الوسيلة الوسيلة هي هذة المصطلحات اللي غدي نعطيك غنعطيهم لك حاليا غتقدهم في جمل كل مصطلح كتقده في جملة كل مصطلح قده في جملة كل مصطلح قده في جملة وهذه المصالحات تحاول تخدمها في مواضيع يعني تخدم بها ماشي غي حفاظها غير نعقل على هذي تساوي هذي النوم نخدم بها نخدم بها نخدم بها نكتبها وكتكون في جملة ونعودها في موضوع آخر صحيح ما غيبقاش عندي مشكلة نعطيكم وسيلة ثانية حاليا استغلوا استغلوا نظروا جيدة حسناً يكون تترد الفيديو حسناً هناك أصدقائي أو ميزامي هناك أخير تضع دوري نتحركت المصالحات ونريبهم في حسناً الفيديو سوف تعمل الفائدة ربما سوف تقوم بالفعل في فعل غير مهاناً ونعطيق بها يجب أن تجريه الاكتماع بذاك ويبقى معك ذلك الشيء أو يعني غادي معك صباح. لذلك أجد الوسائل. استيلوا ورقة وبدأت تكتب ذلك الشيء. أو أدوز لغيزو سوسيو أو بيبليف لغيزو سوسيو مع رسك. قد جملة مثلا الله يجعلك تقدم. أنا نبدأ بالمصطلحات نعطيكم النموذج. هنبدأ بالمصطلح الأول. دونو جور أكتويل ما. غنهزنا مثلا أنا كتلمية. غنهزاد الكلمة دونو جور في أيامنا هذي. غنهزاد دونو جور مثلا. مثلا الأعة. وهو نكمل الجملة في الغزور سوسيو. توظيفو التعامل على الآن. كنا نعتقد من المضارك يوجد في الامتحانات الجيهوية. ومن المضارك وطنية. نحن نأخذ جديد من دونو القدم أدل مثلا دونو قنصم مدين الدونو. هكذا ما نأخذ من دونو قدم. هنهزا كنتا نستعمل الثاني جور جورا كثيرا غير هذه الأيام هذه. منذ القدم شي ظاهرة قديمة كنستعملها في البروديكسون إكريت. لعدة أسباب هذه دي ما كتبع الرأي لي للك الخاص. مالذي كنقول جسويت وطافي داكو غافي كسولا أو بيان سوسي كنتبعها ببليزيون غيزون لعدة أسباب. الإيجابيات عقلوا عليها لزافونتاج كالصون لزافونتاج سلبيات كالصون لديزافونتاج. ونكتبت بها لزافونتاج دو فيسبوك صون كذا وكذا وكذا لديزافونتاج دو نكتبتش على شكل تاكستي كو تيفيا. نكتب هاد شي اللي كتشوف وكتبو على شكل تاكست. وخام الجملة ما تكون عندها علاقة بجملة. وخام ما تكونش الجملة عندها علاقة بجملة. إس كنت سأكمل مثلا غنكتب دون وجوغ هكا باش من نساش. ما غاديش تنساوه بتجريبة وعقلوا عليها دارتي مزيان. دون وجوغ مثلا. لجانب خيبار لغزيك زامن غيجيونو. ونحت نقطة وندي لحدها. دو بلان ويدو دي طان. لو مرياج اتي تنجور مثلا. ونهدر على المرياج مثلا. غي كنكمل. وندير هنا مثلا. جاين بوكو لس بور بلزيور غيزون. نتبعه. بلزيور غيزون. لزاونتاج دو سبور. بحالك مثلا. لزاونتاج دي الفيسبوك. المهم نستعمل هاد الكلمات في البروديكسي ويكريت. وخام يكونش. ماشي بدرورا نقدكش. لغال. وندير مثلا. اجوغدوي. سي لغال. دو فرسو لا. أو بيان سوسي. سي إليغال. ومنحن نقل ونضيش. إليغال وهادا غير. امم. جا تخوف. في مثلا. وقعد شي حاجة في العالم حدي. مثلا. اللاعب ديال غيال مدريد فينيسيوس. نهاز مثلا. الجمناة نقول. ترجمة نانسي قنقر نكتب جملة جملة تابعة جملة ونقرأهم لغدلها الصباح ونعود نكتب بعض الجملة أخرى ونحاول نستعمل لك شيء مهم الكتبات هي الكتبات هي الحل لا شيء غير تحفظ لا تتفرج معي في الفيديو وتقول را غادي نعقلون دو الصي لا غادي اشتعقل اليوم في نهاية المطاف إنه فاصلة يسهل علينا أو يسهل لنا واحد الحاجة كتفاصلة لنا هذا يساعد على هذا الشيء الذي يخسكمنا في البروديكس يكريت يوجد الجملة هناك بعض المشكلة هناك مما ينظر وعيقوا شوية على المصحيحين عيقوا شوية يعني يعني هنا يعني مني كيشوفك المصحيح كتبولي مثلا سينيكوانو هاديرا كلمة غوشيخشي هاديرا ما تستعملوها غير الأباطرة سينيكوانو أنا متأكد أن الأغلبية فيكم ما غاديش تعرفها أوبليغاتواغيسونسيل مرورو نحليشي كلمة غوشيخشي هكا حيث الفوكابوليغ عنده واحد تقل هكا كي يعرفك أنك تقلب وأنك يعني درتيم جهود أبليغاتواغيسونسيل أساسي ونحاول سينيكوانو نحفظها وغين ندخل النهار الجيهوي هنا وحد مسألة أخرى الأشياء اللي مثلا شفت الفوكابولير مثلا كنت كن راجع فوكابولير مع ستادير الصباح وعندي بروديكسيون ومثلا أنا جاي في الطريق وكرراجع يعني قبل ما ندخل القسم ولا كن راجع في ذاك الفوكابولير إن فوا ندخل دكشي اللي باقي عاقل عليه نكتبه سور براس في الواسخ ينفوات صوني نبدأ نكتب في الواسخ قاعد نحواج اللي عاقل عليها في الفوكابولير وانا في أي حاجة المهم نعمر ذاك الواسخ ووقت ما كنت ندوز متيحة إنو كنت تفكر شي معلومة اللي يجعلها ما يكونش عندها علاقة بدك شي اللي نتاخد دام عليه في ذاك اللحظة نمشي الواسخ بالزربة نكتبها تفكر شي كل ما نكتبها تفكرت أي حاجة ندير هذه القضية لأنها مهمة لأنه إذا بقيتي هكاك ندخل غاية تفور ماتا غاية تنسى كل شي سوري سيختان فوالا دونك أي حاجة تفكرتها وإي حاجة قريتها قبل ما ندخل قبل ما تصوني قبل ما نبدأ ندخل أي حاجة بقى في العقلي بدان نكتب في الواسخ باقي من بداء عينمتيحة نغي نكتب قاعداك شي اللي اللي حافظ ونبدأ نكتب الكلمات يعني غا ندخل وندير سينيكوانو إحداها الأساسي خاصني نستعمل هذه وغا نقلب في نستعملها بالزز فوالا عملة دات وجهين هذا نستعملها في الخاتمة شي موضوع فيه إيجابيات وسيلبيات كنقوله سيتون ميضاي أدو كوتي ندخل الجهوي ونكتبها في الواسخ والأول ونعقل عليها عملة دات وجهين أو لا ينغمضوا بالتخونشون سلاح دو حدي حتى هذه نحفظها سنحتاجها في الخاتمة ونحتاجها بزاف دي الأشياء بزاف دي المواضيع اللي فيها إيجابيات وسيلبيات كنحتاج هذه الكلمات وندخل ونكتبهم هما الأولين كنانسي سيستي على هذا المساعد إيجابيات ونحفظها لأن هذه نحفظها على اللغاج فلوظوفيك من البديهي أن هناك كتبية المصححة أنك تخاتر ونشعر بزاف دي الموضوع إيجابيات ونحن نربطها بالموضوع من البديهي هي من الواضحة أن منطقي منطقي ريزونابل أعتقد أن هذا موضوع هذا سيء نعمل في سؤال 19 ونعمل في البروديكتون انفلو ضاهرة المطمئة ف كتبية المصحة فهذا ونحفظوا يساهم معي يترغبون كل لغة معينة يتعلم الكلمة من هنا حفظهم حاليا ونحفهم في الواسخ ونسألون وينت قلس ونبدأ تكتب أي أطفاق وعند تكتب البروديكسيون وعند تكتب الخبر هذه ضرورية مثلا على حساب الموضوع الذي تناقشه وعند تجلل المصحح وعند تحضير المصحح الغلطة فهنا لا يحترق المصحح وعند تنزل المصحح حتى السابق المصحح فهنا تنزل المصحح يأكد شيء او الاستيع إنتمه من الأخطاء هذه التي لا تحصله وعند تقوم يمكن أن تقوم مصحح أعتبر قدم عربي ما تحصل المصحح اكثر كبيرة نتوجب نتوجب يجب د果 إلفو يجب دو إلي فور جهودات ام صلزيون افكاس حال ناجع ووالا جاب ريسي انه قم ماهنا جيد موجب والا أنا معجب جدا او انه جيد موجب جاب ريسي جي باكو فى ريسي صوشيال اجتماعي ديني رليجيو ترباوي ايديوكاتيف ماتلان شفي الماوج تنقول سني پا ايديوكاتف هلا يعني مشي شي حاجة ترباوية سني با هنا إننا سياسي وفادي نسينال وإنطار ونحن العالمي دورها أولا ثم 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 في الأخير نحن معرفة ليه ان لا تجد بخريفا 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 في الأخير نكون فريد في القديمة في بردعي سيبه صبانضان ماي توتوفوا نساو عليكو مادم ميرا كولشي كيستعمل اديرونتو ما صبانضا وقتما بتدير لكن صبانضان توتوفوا تندسكو وبيان كتنطق ايضا تندسكو يعني تندسكو يعني تندسكو يشائع وكين كتغيحت تندسكو الفرنسي تيقولو تندسكو ولوك بينما اتتخذ دي اقزمبل اصفوار على سبيل المثال والا نطمون بتحديد تحديدا وبالضبط بالتحديد تحديد ايه يجب ان لا ننسى وانعقل على ذلك متوفر بالطبع بسبب بفضل إذا كانت شيئا سيئا سنقول بسبب بسبب إذا كانت شيئا إيجابيا سنقول بفضل يعني بفضل الله سنقول شو بسبب الله بفضل الله مثلا بسبب كثيرا لأن من طريق طريق بين جهمة من جهمة أخرى دون لبجة دون لأمام دون لأدل دون لإعجال دون لبس دون لأمام أسرين من بیتاكيد صلو لديم صلو لديم صلاحاتا وبالتالي هدو كنت رحوم قبل الأسئلة في المقدمة صحيح أن نتمنى تكونوا استفتوا بزافة فيديو هذي طبيعة الحال هاد شي غير كافي وعطاه الله ميتقال ربما يلقيت وقت آخر سنقدم مصطلحات خرين وعبارة خرين بارتاجهم معكم لكن كنتمنى تأخذوا بعض الاعتبار على النصائح اللي أعطيكم حاليا أنكم تستغلوا هاد شي هذا وتكتبوا هاد الإفخاز وتكتبوا الكلمات في الإفخاز تعملوا كلمات في الإفخاز حاولوا تجمعوا هاد شي فان تكست وخام يكونش علاقة بالأفكار المهم مجمعوا باش مما جمعته في تكست باش مما كيبقى دكش يمر الصغف عقلك وكتعقل على الكلمات المسألة دي لتحفظ الكلمات هكا سامخش باسان سير مو وغا تنساها وحتى الاستعمال ما غيكون شو وحاجة أخرى حاولوا تقرؤوا لي تكست في جميع اللي تكست حاولوا تقرؤهم هاد الأيام هادي وشوفوا كيفاش كمان اشتركوا في القناة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته